السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى هذا اللقاء مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت نهار اليوم تنبيه دائما من المستوى الأول عن موجة الحار التي تجته المناطق الشمالية خاصة الوجهة السحرية والولايات القربة السحرية حيث درجات الحرارة فاقت 30 درجة مئوية حتى خلال يوم الغد استمرار لتقص المشمس على تقريبا كافة المناطق الشمالية وكذلك الجنوب بعد انقشاء ضباب خلال الصباح على الوجهة السحرية الغربية هبوب رياح قوية على أقصى الجنوبية مما يعمل على تطير لير ريمان درجات الحرارة خلال ليلة اليوم خاصة صباحة الغد ننتظر تقص بارد على منطقة الأورس مع 6 درجات فقط لكن درجات الحار ترتفع على عاصمة الغيث 22 درجة 22 درجة على معسكر غليزة نوشلف 24 درجة على الولايات بشار 15 درجة على الولايات جانت 16 درجة على التامنة 26 درجة على الصحراء الوسطى 23 درجة على الأقصى الجنوب أما خلال ظاهرة الغد إن شاء الله دائما درجات حرارة تفوق المعدل الشهري خاصة على وجهة السحرية وكذلك القرب السحرية ننتظر 15 درجة على معسكر غليزة نشلف عن دفلة 23 درجة على العاصمة كذلك عفوان تلمسان 24 درجة على تين دوف نفس المقياسة لإنصالح وكذلك إنجزام 16 درجة على برج باجي مختار البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل تقريبا على طول الشارط الساحلي رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات لن تتعدل 20 كم في الساعة عن وقت غروب الشمس ليوم الغد إن شاء الله على مصرع السماسي يكون بحول الله في تمام الخامسة و 58 دقيقة ومسي طيبة للجميع في أمان الله